منهج إمامنا الإمام الليس ابن سعد في يعني الترجيح بين الروايات إنه ما كان أبداً يرجح رواية لأنها يعني ارتبطت بإقليم معين بمكان معين إنما كان منهجه في الترجيح بين الروايات أن تخرج الرواية من فم ثقة سبت صادق دون النظر للمكان الذي عاش فيه ذلك القائل ما دام ثقة سبتاً وكأنه بذلك في الحقيقة يرد كما سيرد ذلك على إمامنا الكبير الإمام مالك ابن أنس والذي كان يقدم عمل أهل المدينة كما أشرنا ده في الحقيقة طرف أحبتي بالإضافة لما أشرنا إليه في اللقاء السابق من علم إمامنا الكبير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً من العلوم التي برع فيها إمامنا وهو علمه بالفقه ويعد إمامنا من كبار الفقهاء ولم يدعي أحد من الآئمة أنه صاحب مذهب معين ولم يدعو أحدهم الناس لاتباعه ولابتعاد عن الآخرين من العلماء والفقهاء إنما جاء ذلك في الحقيقة في العصور المتأخرة يعني بعد ذلك بمدة طويلة تعصب بعض الناس الذين ضاقت صدورهم ويعني كان أفقهم محدوداً تعصبوا لشيخ ما لمذهب ما لكن لا يوجد عالم من العلماء زعم أنه صاحب مذهب فقهي خاص به وأن ما عداه من المذهب لا قيمة له ولا اعتبار له هذا لم يؤثر عن أحد من الآئمة الفقهاء الأعلام الكبار إنما الذي ورد عنهم جميعاً قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه قبلنا وكلهم ورد عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط وإذا اتهدوا في مسألة من المسائل اعترفوا أنه مجرد رأي والرأي عرضة للتغيير والإنسان ربما يرى رأياً اليوم ويرى غيره في الغد فكان ينصح المستفتي ألا يعول كثيراً على ما أفتاه به باتهاده في المسألة التي لا نص فيها وإمامنا الكبير والفقيه الكبير الإمام الليس ابن سعد حباه الله تعالى بقدرة عجيبة على استنباط الأحكام لما؟ أولاً لعلمه بالقرآن الكريم ولعلمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة وأخضية الخلفاء الراشدين وفتاوى كبار التابعين ولعلمه باللغة العربية وبالشعر وأقوال العرب والأدب وبما حباه الله تعالى من بصيرة نافذة مع علم بالواقع بصيرة نافذة وعلم بالواقع مع ورع وتقوى وخوف وعبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه